من ساحة الحبوب وسط مدينة الناصرية خرج متظاهر ذقار في تظاهرة جديدة إحياء لذكرى شهداء ثورة تشرين من أبناء المحافظة المسيرة انطلقت من ساحة الحبوب باتجاه جسر الزيتون الذي شهد في تشرين الثاني 2019 مجزرة الراحة ضحيتها عشرات الشهداء ومئات الجرحى من المتظاهرين السلميين ليؤكد المتظاهرون التزامهم بالسير في طريق الشهداء وصولا إلى القصاص ممن قتلهم راح نظل نطالب بالقصاص من قتلة المتظاهرين نعتبر هذا النظام نظام فاقد للشرعية ما لم يتم القصاص من قتلة المتظاهرين الحكومة وعلى مدار ثلاث سنوات ماطلت وسوفت في قضية قتلة المتظاهرين رسالتنا أنه احنا صامدين تجديد عهد الثورة لا يقف عند حد القصاص من قتلة المتظاهرين وإنما يمتد بحسب المتظاهرين في الناصرية إلى تحرير العراق من القتلة وسراق قوت الشعب العراق الريدي نظيف من الميليشيات والقتلة هذه ما خرجت أبطال تشرين فرسالة إلى الحكومة العراقية المقبلة عليك من أبناء تشرين نحذركم أول ما تستلمون الحكومة عليكم كشف قتلة المتظاهرين مطلب أبناء ذيقار جميعا وتظل مطالب الثوار ثابتة كثباتهم في ميادين التظاهر منادين بعراق حر يتمتع بالسيادة ويحقق لأبنائه العدل والحرية والحياة الكريمة اشتركوا في القناة